استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر ليضبية صباح اليوم سعادتها الشيخ جاسم بن محمد بن سعود الثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي كسفير لبلاده في المملكة وخلال لقاء نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتانة العلاقات البحرينية القطرية وما تشهده من تقدم وتطور في المجالات المختلفة معربا سموه عن ارتياحه لمسار العلاقات البحرينية القطرية وتطورها وأثر ذلك على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين وعرب سموه عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هامش قمة مجلس التعاون وأهمية مثل هذه اللقاءات على صعيد الدفع بالتعاون المشتراك لأفاق أرحب وفيما أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الطيبة التي بذلها السفير القطري لدى مملكة البحرين في تعزيز العلاقات الراسيخة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات فقد كلفه سموه بنقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة وإلى سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لصاحب السمو أمير دولة قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتبنيات سموه للدولة الشقيقة المزيدة من التقدم والرفع وقد أعرب سفير القطري عن الاعتزاز بما يواليه سموه من حرص على دعم وتعزيز العلاقات البحرينية القطرية والنهوض بأفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات مشيدا بما وجده من دعم وإسناد ضوال فترة عمله في المملكة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مما سهل من مهام عمله الدبلوماسي